تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكية الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر لعرض فرص العمل المناسبة في منشآة القطع الخاص للمواطنين كثفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية جهودها بتسريع وتيرة إدماج الباحثين عن عمل في مختلف القطاعات الجاذبة بسوق العمل وبأجور مجزية عبر إقامة سلسلة من المعارض المتخصصة والشاملة في مختلف المحافظات في إطار تكثيف المبادرات لتعزيز فرص التوظيف النوعية أمام الباحثين عن عمل في القطاع الخاص وإدماج أبناء البحرين كونهم الثروة الحقيقية لها في مختلف القطاعات الإنتاجية بالمملكة فقد بدلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية جهوداً كبيرة عبر المعارض المتخصصة والشاملة لاستيعاب المواطنين الداخلين الجدد وتسريع إدماجهم في سوق العمل بفضل سياسة الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آر خليفة سمو رئيس الوزراء الموقر الهدفة إلى تنويع الاقتصاد الوطني الوظائف المعروضة ليس كما يشاع إنها وظائف هامشية أو وظائف غير مهمة أي زائر لهذه المعارض يستطيع أن يلاحظ بأن المهن مهن لائقة ومتدرجة في كل المستويات وكذلك الأجور أجور لائقة ومناسبة وشروط العمل أيضاً وهكذا سوف نستمر ونتابع عقد المعرض بعد الآخر لكي نثبت بأن القطاعات الإنتاجية في البحرين بخير وقادرة على دمج الشباب متى ما كانوا مؤهلين وقادرين على القيام بواجباتهم الوظيفية نتابع كل المستويات ونشوف القطاع الخاص الذي يحتل أو يوفر أكثر من 65% من الوظائف للبحرينيين لعدد البحرين العاملين في الدولة أصبح هو المحرق الأساسي للاقتصاد وتحفز هذه المعارض التي تستهدف حملة الشهادات الجامعية والدبلوم والثنوية العامة أصحاب العمل لتقديم وظائف نوعية للمواطنين كما أنها تسعى إلى رفع نسبة البحرانة فيها فضلاً عن الارتقاء بخدمات الرعاية لمختلف فئات وشرائح لمجتمع البحريني خاصة المرأة بما يكفل لها الحياة الكريمة المعارض متنوعة في معارض عامة لكل الإقطاعات الإنتاجية والصناعية ومعارض خاصة بالمرأة فقط لكي نتغلب على الصعوبات التي تواجهها المرأة بالذات ومعارض قطاعية اليوم وأمس كان عندنا معرض السياحة والضيافة والفنادق قبلها كان الصحة المهن الصحية قبلها كان التعليم تلبية المعاهد والجامعات الخاصة من طاقم التعليم وطاقم الإداريين لدينا الآن المعرض القادم للمرأة في مختلف المجالات هذا وساهمت هذه المعارض بشكل فعال في زيادة حركة التوظيف في مختلف منشآت القطاع الخاص فضلا عن ارتفاع عدد المستفدين من الباحثين عن عمل من البرامج التدريبية خلال العام الحالي وإتاحة الفرص المتنوعة للكفاءات والكوادر الوطنية لمختلف التخصات الوظيفية والمهنية دون الحاجة إلى اللجوء إلى الخارج كما أنها قيرت النظرة الاجتماعية تجاه بعض الوظائف التي كانت تشهد قبالا ضائلا من قبل الباحثين عن عمل إلى أنها اليوم باتت تستقطب العديد من الأيدي العاملة خاصة في الوظائف الإدارية والإشرافية والفنية طلال نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرية